هو I did it but it doesn't it didn't show anything like oh yeah okay yep it's recording so أول نوع رح ناخده من الموضل عفظة ريبر اللي هو رح نتكلم عن الـ probability الاحتمالية أوكي وهذا اللي احنا نقيسها الاحتمالية بدرجة التأكد أو بدرجة اليقين يعني أنا إذا عندي يقين كل شيء هواي بشي رح يصير أو أنه أنا مو كل شيء متأكدة من شيء رح يصير ما مدى يقيني بحدوث هذه الاحتمالية فهنا أنا من أجل أقيسهم بالـ certainty بالتأكد من حدوث الاحتمالية من عدمها تمام؟ من أهم الأفعال اللي تعبر عن الـ probability هي الـ will اوكي الـ will احنا حتى من أخدناها بالـ future forms احنا نقول الـ will تطينا تعبير عن الـ production التنبؤ معناها أنا إذا أنت احتمالية معينة الـ will أستخدمها كأقوى نوع من أنواعس الـ probability والإحتمالية اللي أنا أشوف أنه هي الحدوث الشي اللي أنا إذا أتوقعها أمر مفروغ منه أوكي؟ يعني أنا احتماليتي لنسبة حدوثها عالية واضحة الفكرة؟ واضحة؟ جواب والله أريد جواب يعني مرد شيء واضحة واضحة حلو so will and won't are used to predict the future action يعني أنا عندي شيء بعد ما صار وآني أنت احتمالية حدوثها في المستقبل so the truth or certainty of what is asserted is more or less taken for granted يعني أنا بالنسبة إلي حدوث الشيء المستقبلي هذه الاحتمالية ما تهي أمر مفروغ منه وراح يصر راح يصر احتمالية كلش عالية بي and like I'll see you later يعني أنا حاج باتر للجامعة وراح أشوفك فاني متأكد أنه أنا حشوفك باتر باحتمالية حدوثها آلي تمام نسبة حدوثها آلي okay and will and won't are also used to express what we believe or guess to be true about the present they indicate an assumption based on our knowledge of people and things their routines character and qualities okay أيضا يعبرني هاي احنا قلنا هاي certainty مستقبليا أنه أنا استخدم الولوء أيضا ممكن يعبرنا عن شنو عن الأشياء اللي أنا أعتقد أنه هي الصحيحة من وجهة نظري هي صحيحة في الوقت الحالي بناء على ماذا أنا بنت هذا الاحتمال بناء على معرفتي السابقة عندي فالماعرفة سابقة عندي آم آني أعرف هذا الإنسان شنو طبعة هذي شنو شخصيته فأني أبني على أساسها for the assumption آني أبني على أساسها نعم بصحدي ورحمة الله ورحمة الله فعالداتي وقصوه عليها لازم أحكمتي يلا أسمائي حاوة سماءة حاوة التريفون عشيحة أحاوة I actually ام آم آية ماعرفة تحكيني يا أولا لانه نصبش كله ناصي فنردع هنا أنا عندي شون أنا بنيت الـ possibility أو الاحتمالية شون أنا بنيت الـ assumption بنيت على أنه أنا أعرف هذا الإنسان أعرف طبعه أعرف هذا الوباء أعرف مثلا شنو تداعياته فأني على أساسه أبني في اعتقاد معين مثلا من نقول leave the meat in the oven it won't be cooked yet هنا أنا الـ want هاي عدم احتمالية أوكي أنا هنا أقول عوف اللحم بالفرن بعد هسا الحدسة وبعدها هو مطبوخ شون بنيت هذا الـ assumption ماتي شون قلت واني هذا على أي أساس بنيت الـ assumption ماتي ليش لأنه أنا قبل طبخة اللحم هذا واني يعرفش قد يستارق مدة معينة من عنده فأني أدري أنه هاي المدة الحدسة بعدها مواصلة فلهذا الاحتمالية ماتي جدا عالية إنه هو ما مطبوخ الحد هسة بناء على معرفتي السابقة وتجربتي السابقة you got that guys واضحة yes yes okay now let's talk about أيضا رح نحنحش عن probability بس باستخدام المست والكانت المست عادة نحن عرفها أنه أنا أستخدمها للوجوبية أنه أنا من عنطي أنه أنا أفروب على أحد يسوي شيء معين ولكن المست أيضا ممكن أستخدمها للاحتمالية بمعنى أنه أنا المست أستخدمها حتى أطلع باستنتاج أكثر مقاربة للمنطقي يعني أنا أكثر استنتاج منطقي أطلع به من situation معين اوكي هاي هنانا الاحتمالية ماتي التأكيد ما الاحتمالية ماتي أقل من will ال will بيها تأكد أكثر بس هنانا المست بناء على فتشي logical اوكي يعني فبمعنى أنه أنا ما عندي فتفاكت معينة فالدليل معين أبني عليه ماتي الاستنتاج ولكن أكثر تفسير منطقي أبني عليه رأيي تمام مثلا من نقول you must be joking I simply don't believe you يعني مثلا أنا من أجلي أقول أقول سندس تجي تقولي سندس طالبة شاطرة عندي تمام فشي تقولي تقولي أنا جيت sorry سندس أنا جيت أخذ الصفر بالإنجليزي فهذا الشي أنا برأيي هو ممنطقي ليش لأنه أنا أعرف أنه سندس وحدة شاطرة وتدرسه ما أعرف فينه فهذا برأيي it's irrational it's not logical هو في الشي ممنطقي فليهذا أقولي you must be kidding أكيد ذات الشيء قوي يعني logically هذا مستحيل يكون صحيح تمام you are so clever or you are so smart معنى أنه أنا ممصادقة فبهاي أنه أنا بنية استنتاجي لأنه أنا شوف أنه من المنطق أنه هذا الشيء ما يصير تمام فعادة المصد أستخدمها من أبني استنتاج على منطق على أكثر شيء logical ممكن يصير أوكي so like another example you say he walked across the Sahara Desert he must be mad يقولك مشة بالصحراء أوكي فدقولك استحيل هذا لازم يكون مجنون يعني ما يكو أي تفسير منطقي يخلي واحد يمشي بالصحراء هو عاقل هو باختيار الشخص إلا لا يكون تقونه فهيهنان it's a conclusion based on logical interpretation هذا استنتاج بناء على تفسير منطقي أوكي النغative ما للمصد هنا أوكي النغative ما عدم وجود الاحتمالية المبنية على المنطق هي can't يعني this cut is too small it can't be my cut it can't be mine all right يعني أنا هنا أنا يجتاشف قد أشوف أن القياس ما تصغير فمو منطقي أنه يكون هذا ما تشوف هناك احنا قلنا منطقيا أنه أنا بنية استنتاجه على منطق معين من أشوف شي مو منطقي أبني استنتاجي عليه استخدم can't okay it can't be mine ليش كل شيء صغير يعني it can't be okay another one okay this this is really bad bad paper it can't be written by the very famous scholar هاي البيبر هنا بمعنى مقالة البيبر هنا كل شيء مستحيل تكون يعني مكتوبة أو هذا العالم كاتبها ليش لأنه مو منطقة إنه هو عالم ويفتهم وإلى publish يعني he published many good papers وبعدين يجي ينطيني بيبر كلش سيئة و doesn't make sense فالأشياء اللي doesn't make sense أعبر عنها be can't okay واضحة الفكرة يعني and then there is should for a probability للاحتمالية should express what may reasonably be expected to happen expectation means believing that things are or will be as we want them to be okay so this use basically gives the idea that if everything is gone okay or according to the plan then this will happen معنى إيجابي يعني مثلا Our guest should be here soon يعني شنو الضيوف مالتنا مفروض يكونون هسة هنا نبع شوية أو يوصلون بعد شوية هاي هنا أنا أولا أنا إذا أبني على شيء يعني منطقي إنه هما إذا الخطة مثل ما مفروض وهم طلعوا من البيت بوقت المناسب حتى يوصلون للموعد اللي إحنا محدديه وماكوا مثلا ازدحامات أو ماكوا اسم الله حادث أو أي شيء هما مفروض يكونون هسة يعني هاي سبعة شوية يوصلون أوكي وإحنا نريدهم يوصلون بهذا الوقت فأني I believe إنه هما راح يجون لأنه هو هذا الطبيعي لأنه المسافة من بيتهم ومالبيتنا الموعد اللي أخذوا وما إلى ذلك كل تأدي إلى أنه هما مفروض يكونون هسة بعد شوية sorry هنا بعد شوية هسة بعد شوية alright هنا بعد شوية فهنا أنا آنش دا أنطي دا أنطي معنى إنه إذا إذا الأمور مشت تمام فهم مفروض هسة يعني هذا الشيء مفروض يصير فإذا الخطة مشت مثل ما هي معنى هما مفروض هسة يكونون بعد شوية يكونون بلبيت alright فهنا نشد هنا أنا أستخدمها And it always gives a positive meaning دائما تطي معنى إيجابي It cannot express a negative or unpleasant idea يعني الشود أنا ما أستخدمها حتى عبر عن أفكار غير جيدة أو مو حلوة مثلا أو سلبية يعني أنا أقول You should pass the exam You've worked hard يعني شنو إذا كل شي مشى مثل ما هو أنت راح تنجح لأنه أنت درسته هوايه فأني هنا شنو إذا أنت فكرة إيجابية You should pass the exam ما أقدر أنت فكرة ستبي يقول You should fail the exam You haven't done any work at all هنا غلط هنا أنا عبره I don't think you will pass the exam فشد فقط أستخدمها من أني أنطي احتمالية حصول شيء معين وفقا على خطة معينة في حال أنه كان المعنى إيجابي Okay Yeah okay all right May and might هذاني كل هن يا جماعي عبران عن شنو عن احتمالية إحنا بعدنا في نفس موضوع الاحتمالية ال will أستخدمها للإحكمالية must وكانت أستخدمها we should وأيضا أقدر أستخدم المي والmight So may expresses the possibility that an event will happen or is happening المي أستخدمها حتى عبر عن شيء حيصير أو ديصير Okay So we may go to Greece this year Okay يعني إحنا ممكن حروح لليونان هاي السنة or and may be having a bath right now Okay فأني شنو أنا دهشة عن احتمالية ده صير هسه في هذا الوقت Okay فهما أنا عبر عن احتمالية مستقبلية واحتمالية في الوقت الحالي شنو الفرق might and may might is more tentative and slightly less certain than may من أني أكون أقل تأكدا المي ربما بس احتماليتها أعلى من الميت يعني الميت أنه أنا مو كل شيء يعني أكثر أنه أنا ما متأكدة أكثر تمام فمثلا نقول it might rain take your umbrella يعني أنا ما متأكدة الدنيا مثلا بعدها صافية ما كفت غيوم سوداء أو ما كفت هوا عالي بس أنا ده أحط احتمالية ضئيلة أنه أوكي ممكن راح تمطف أخذ الشمسية أوكي فهنا هنا الميت تعبر عن احتمالية ضئيلة معظم like most of English learners when they talk about future possibility they would say perhaps something will happen or maybe something will happen عادة الناس التعلمين لغة إنجليزية من يحيشون بالإنجليزي من يريدون ينطون احتمالية مستقبلية ما يقولون may يقولون perhaps something will perhaps it will rain or maybe it will rain فيستخدمون المصطلح perhaps و may و maybe ولكن الناتف سبيكرز يستخدمون المصطلح يعني الاكسولاري verb may أوكي it may rain آني هنا أنا ده أنطي احتمالية مستقبلية فالأفضل إذا تحبون تستخدمون تستخدمون perhaps والmaybe إنما تستخدمون المي كأكسولاري verb okay and then we have could as well could have a similar meaning to might okay نفس المعنى ما المعنى اللي هي الاحتمالية okay you could be right I'm not sure من آني متأكد okay you could be right and couldn't is not used to express a future possibility the negative or could in this use is might not شوفوا الكود تأبطء عن احتمالية مستقبلية لكن الكودنت ما تعبر عن عدم احتمالية مستقبلية إذا أريد أعبر عن عدم احتمالية مستقبلية أنا عندي في جملة الإثبات could من أجهة فيها أستخدم might okay might not be okay like might not be right might not be any good and so on okay فهنا عن الكود تجي فقط في حالة يعني وجود احتمالية مستقبلية in in assertive sentence في جملة إثبات من تجي تنفى لا تنفى بكودنت إنما تنفى ب might not واضحة واضحة دكتورة بس سؤال أكيد تهضر حس you may be right you could be right you might be right هاي كلها ترهم بنفس الجملة صحيح بس المي هنا احتماليتها أعلى من might وال could بالامتحان جينا يعني هي تشي سؤال إنه نفرق نحط مي أو might لا لا شوفوا بالامتحان من حي يجيكم سؤال حي يجيكم سؤال احتماليتها وحدة جواب الصحيح واحد مستحيل يجيكم سؤال يتجاوب مثلا أنا مثلا من طيتك الهس اللي قلت you far be right فأني ما نطيك من you could do might فأنت ظلت هنا ثلاثة صحيحة أنا شحط هي صحيح مستحيل يجيكم هجي بالامتحان حي يجيكم بالامتحان شي واضح لازم بس اختيار واحد ما هو ممكن يكون بي اختيارين لا جبت لكم قبل هذا الشيء ولا أحجيب لكم هذا الشيء ما يرهم الأسئلة من تجيكم حتى تجيكم just for one one choice one correct choice ما بها أكثر من احتمالية ولا بها أكثر من option فقط option واحدة فنو صحيح يعني don't worry about that هنا شيء اسمه related verbs related verbs هنا أفعال أو phrasal verbs هذين أفعال أو عبارة فعلية تمام ممكن أستغني بيها عن وجود الأوكزولا reverb يعني أنا من أجي أنط احتمالية أقول William Zobreini he's bound to pass the exam أوكي هنا الباون to pass الباون to هنا معناها he should أوكي تمام فأني هنا هذا أنط احتمالية عالية أوكي فهنان الباون to أخذت يعني هو فعل أوكي فعل كامل أخذ مكان الموضل أوكزولاري تمام you are likely to find likely هنا استبدلت شنو you are likely to find your keys under your pillow مثلا هنا ما معنا ما يقابلها بالفعل الناقص الأوكزولاري موضل أكزولاري برب يعني main exactly احتمالية احتمالية تمام فأيضا فأيضا يعني يعني احنا ممكن بالانجليزي ممكن ما نستخدم الموضل أوكزولاري ممكن نستخدم الرليت اللي هو يعوض عن وجود الموضل أوكزولاري عدنا هاي كل احنا حيشينا في حالة انه عندي الاحتمالية من نحك بالاحتمالية اقدر استخدم والله الاحتمالية اقدر استخدم ماصل الاحتمالية can't should may might could وما الى ذلك هاي كلها في حال اذا اتكلم عن probability اذا اتكلم عن ability شوفوا استخدامات مختلفة هاي هنا حيش عن احتمالية هسا احتمالية 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 wowoffs Are we not physically here but here we are okay. honestly we are talking about only the physical ability of someone to do something. It's also freedom to do something, like I'm free to do something and be able to do فهنان الابولتي مو فقط بمعنى القدرة الجسدية لفعل شي معين إنما الحرية في فعل ذلك الشيء هاي الابولتي مو فقط عن الفيزيكال الابولتي فأهم موضل أكزلاري فرب يعبر عن الابولتي شنو كن نعم اكزاكلي كتبادzub Elliot كتباد كتباد مستخدم الغرت الكودنط ما أقدر أستخدمها لإحتمالية مستقبلية ولكن الكود والكودنط أستخدمهم لأبولتي في الماضي تمام أنا أستخدمهم حتى أعبر بيهم عن أشياء كنت قادرة على أن أقوم بها في الماضي أو كنت حرا للقيام بها في الماضي الكانت أعبر عن القدرة الحالية يعني من أني أقول أنا دا أتكلم عن قدرتي القدرة الفكرية أنني أستخدم ثلاث لغات أو تكلم ثلاث لغات and I can say I could swim when I was three أقدر أسبح من عمري ثلاث سنين فهذه وعلى الأغلب بعدها موجودة هاي الأبولتي بعدها هو يقدر يسبح في الباست أبولتي مو معناها أنه باست فيتشي أنا شيت أقدر أسوي وهس بطلت ممكن شيت تقدر أسوي وهس لا وممكن شيت تقدر أسوي وما زلت قادرة أنه أنا أسوي بس أنا I'm referring إلى الماضي أنا من إش وقت شنت أقدر أسوي فيقول لك I could swim when I was three من جان عمري ثلاث سنين أنا أعرف أسبح ما زلت أقدر أسبح بس هي الفكرة أنه أنا من الماضي بدأ القدرة ماتي بدأت القدرة ماتي على الصباح أنا هنا أنا أتكلم أتكلم بس عن الحاضر والماضي لدينا الأزمة الثانية من الجمال هناك أستخدم بها الحالة ما أستخدم لكن ولا أقد أستخدم able to يعني من أتكلم من على present perfect أنا هنا أنا أقول I've never been able to understand her يعني أنا ما أقدر أقول I've never been can and understand her that's just totally wrong بس عندي أستخدم الكان والكد من أني دا أتكلم الكان في حالة المضارع البسيط طبعا والكد في حالة الماضي من عندي مثلا من عندي مثلا مستمر من أقول being able to drive has transformed my life هنا أنا هناك أستخدم هناك أستخدمت being فالbeing هناك بما أنه هي ing أنا ما أقدر being can to drive فهنا أنا لازم أنا أغير الكان متر هم تجيني ويا ال-ing وأيضا الكان متقدر تجيني ويا ال-future يعني أنا ما أقول I'll can I can't do that I will say you will be able to drive again you will be able to walk again and so on فمعناها أنه بها الحالة الكان والكد فقط تستخدم بزمنيا الأول هو المضارع البسيط مع الكان يعني والثاني هو الماضي اللي هو مع الكد واضح الفكرة كي كي to express a full-fold ability on one particular occasion in the past could is not used in a state we use was able to or managed يعني الكود أنا أستخدمها بالماضي من أعبر عن شيء أنا أستخدمها وما مستمر في الماضي يعني مثلا I could swim when I was three or rice هاني معناها من أني عمري ثلاث سنين وما يلي ذلك أنا أقدر أسباح قدرتي كانت موجودة طول الوقت الماضي ولكن من أني أزوي شيء واحد أوكي أكون قادرة على أفعل شيء واحد لمرة واحدة سوري شيء لمرة واحدة في الماضي بها الحالة أنا ما أقدر أستخدم كود يعني من أقول I could I could sing beautifully all right أنا هنا ندا أحكي عن قدرتي لغناء بصورة عامة في الماضي بس من أقول I managed to sing beautifully يعني هنا أنا دا أحكي عن one occasion يعني هو صوت احتمال بالعادة ما حلو وما أغني حلو ولكن في ذلك يعني بذلك occasion بهذه المناسبة بذلك الوقت أنا قدرت أغني بشكل حلو أوكي يعني هذا الشيء ما يحصل بس مرة حصل بس مرة واحدة أوكي لم يتكرر ولهذا ما أقدر أستخدم كود أستخدم manage to all right now this is about ability فالابلتي عادة أنا أستخدم بس الكان والكود للتعبير عنه إيجادنا الأدبايز إذا أريد أنطي نصيحة شنو الموضل أوكزولاري بربز اللي أستخدمها للأدبايز كلش سهله should should بعد ought to all right had better had better that's true all right نرجع لhad better بعدين this is had better هي مو موضل أقزالي برب هي تعبر عن الأدبايز ولكن هي مو موضل أقزالي برب فالشود والأد آني أستخدمهم for mild obligation or advice بمعنى أنو آني أشوف أنو أكو بيها وجوبية ولكن هذه الوجوبية لا تستدعي التنفيذ إنما هي أكثر ميلا إلى النصيحة الشود استخدامها أكثر من ought so من أقول بالمناسبهم مثلاتهم نفس المعنى يعني ممكن they are interchangeable ممكن قابلين واحدة غيرها بالثاني so من أقول you should go to bed and you ought to go to bed النثانات النفس الفكرة أيضا عندنا للوجوبية أستخدم أو للنصيحة يعني بلهجة قوية استخدم had better all right الhad better شوفوا صيغتها بالماضي ولكن هي تعبر عن المستقبل هي صحيح صيغة perfect ولكن تعبر عن المستقبل so we use it to give strong advice or to tell people what to do there can be an element of threats so if you don't do this something bad يعني عادة الhad better أستخدمها من يكون بها شوية الهجة التهديد أو بمعنى أنه إذا ما سويت هذا الشي شي موزي راح يصير في بها شوية التهديد أكثر من ما أنه تكون نصيحة عادية يعني أقول I'm late I had better get to move on يعني أنا راح أتأخر من الأول أنه أنا أروح لأنه إذا ما رح تهس راح أتأخر عشول وراح مثلا أتغيب فsomething bad will happen هنا نصح الhad better اللي هي مختصرها I had better يعني I had better or he'd better or whatever هاي الhad better صحية في صيغة perfect ولكن هي للتعبير عن المستقبل صحيح تعبر عن يعني sorry it's not perfect it's past صحيح تعبر عن past ولكن هي implication ما لتها للمستقبل شكلها past ولكن معناها مستقبل okay okay guys okay all right cool and then okay we have obligation as well أيضا استخدم الموضل auxiliary verb حتى أبين الوجوبية شوف احنا جاينا من الاهتمالية وللقدرة للنصيحة للأبليقية للوجوبية okay القدرة الاحتمالية استخدم بيها الwill المست الكان والكود الشود الميت والمي هذه الاحتمالية للقدرة استخدم الكان والكود والادفايز استخدم عفوا الشود والأوت ونجهس على الوجوبية must express a strong obligation okay هاي في حال المضارع البسيط if I have another another form another tense استخدم الhave to إذا آني عندي إذا آني عندي زمن غير زمن المضارع البسيط استخدم ويا الhave to بديلا عن المست يعني من أقول you must try harder يعني هنا أنا دا أفرض عليك المحاولة بشكل أكبر بس من هذه في حالة شنو في حالة المضارع ولكن إذا أنا دا أتكلم عن الماضي أقول لي أنت كان مفروض تحاول أكثر أقول لي you had to try harder اوكي أنا ما أقدر استخدم المست للتعبير عن الماضي وجوب في الماضي اوكي وممكن أيضا بالمستقبل أنا قل أنت لازم بالمستقبل تحاول أكثر أنا ما أقدر أقول لي you will must أنا أقول لي you will have to try harder فالمust فقط أستخدمها للوجوبية في حالة المضارع البسيط الأزمة الأخرى أستخدم بيها الhave to لبيان الوجوبية and must expresses the opinion of the speaker عادة أن المust يكون بيها رأي المتكلم أكثر like you must study hard الوجوبية أنا صح أنا أنت أنطيك وجوبية أنت لازم تدرس بس برأي أنت لازم تدرسين وكي ممكن أنت أورا دي شاطر ما تحتاج تدرس هواية حتى تنجح بس أنا برأي أنت لازم تدرس هواية فهنان أنا أنت أنطي رأي بالموضوع you must study harder and then have to have to express a general obligation based on a law or rule or based on authority of another person يعني المust تتعلق بوجوبية مرتبطة برأي الشخصي الhave to من أستخدمها حتى في الحاضر استخدمها إذا كانت إذا كان عندي الوجوبية بناء على قانون معين بناء على سلطة معينة أنا ممنوحة إلي فأقدر أتحكم إنه تسوي هذا الشيء أو لا فمثلا بناء نقول children have to go to school until they are 18 يعني طلاب لازم يروحون للمدرسة الحد عمر الـ 18 طبعا هذا له هو مادري هو موجود يمن بس ممكن موجود بغير مكان alright and mom says you have to tide المؤم عندها سلطة على الطفل فتقول لها أنت لازم تروح يعني عندها سلطة أنه تفرض عليه أنه يرتب غرفته okay so this is kind of a law as well قانون للأمهات alright and mustn't express شفونا must not يعني expresses negative obligation that means you don't have you don't have to do that like you mustn't steal الوجوبية إنما هنا تعبير عن الوجوبية بالطريقة المنفية حلو ليس عليك أن تفعل ذلك okay بس have to هنا معناها غياب don't have to أفوا معناها غياب الوجوبية يعني يعني من أقول you don't have to study hard يعني يعني أنه مو واجب عليك أنه تدرس يعني تدرس هواية تمام فالdon't have to تعبر عن غياب الوجوبية إنما mustn't to must not to تعبر عن الوجوبية بطريقة النفي alright تمام 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 الhave got أيضا هي تعبر هي مثل have to like but it's more common in British English and it's more informal than have to الhave got هي مثل الhave to ولكن هي أكثر شيوعا باللهجة البريطانية وبالمواقف الغير رسمية أو يعني مواقف الinformal بضبط هي غير رسمية مثل I've got to go now يعني آني هي I have got to go now آني لازم أروح حس اللي هي I have to go now فالhave got هنا أيضا للوجوبية في الزمن الحاضر اللي أقدر أستبدلها مع الhave to and مثل 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 عندنا كان related verbs اللي استخدم حتى نتكلم عن probability عندنا أيضا related verbs نستخدم حتى أشيل auxiliary verbs بال obligation وأخلي بمكانهم أفعال عادية أوكي مثلا من أقول مكان ما أقول you visitors must have a visa أوكي السياح مفروض يكون عندهم visa مكان ما أحط must أقدر أقول visitors are required to have visa فهنا required to بمعنى must أوكي supposed to أيضا مفروض يعني بفرض يعني فرض أكثر إلى الوجوبية you're supposed to park here أوكي you're supposed to park in the parking lot ما شي هنا معناها you have to park in the parking lot هذا قانون المال مثلا أنت لازم تطبك بالقاراج مالت حلو so you need to need to أيضا تستخدم مثل must would have to all right فهنا أنا ممكن أستخدم الأفعال العادية أيضا لإعطاء نفس الفكرة إعطاء فكرة الوجوبية بدون استخدام the auxiliary in model auxiliary verb واحد الفكرة جماعة أكيد روح إما أكيد 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 من أجل نختار أما I have to أو I have got to أي يعني يعني ثميان هم مثلا خلي بالي هم استخدمين the obligation يعني أي واحد من هم أختار على شنو أعتمد إن أختار I have to ولا I have got to يعني أول ما تجي بالي أخذ مباشرة obligation إذن I have to صحيح I have to بالضبط أوكي you can use both بس مثلا آني حقول إذا قاعدين conference أوكي الكونفرنس فورمال تمام وأحد يجي من المنظمين مع الكونفرنس وقال لي أنه آني مثلا آني دا دخل حلو كيف قال لي مفروض أنت مددخل هنا تمام فهنا يستخدموا يعني I have to لو have got to يعني دا فورمال ممكن أنه يعني I have got to have to الhave to أستخدمها وهي الفورمال أوكي وأستخدمها بالإنفورمال وأستخدمها أيضا بغير رسمية ولكن الhave got to ما أستخدمها غير بس بالإنفورمال يعني بالغير رسمية حلو الثنينات النفس المعنى بس الhave got to هنا ما تجي غير بس في صيغة المضارع يعني ما قدر أقول I had got to ما يصير الhave got to فقط بالوقت الحاضر يعني بالزمن المبارع تمام إن من أحولها أريد أتكلم عن الموضع استخدم had to مو had got to أوكي هاي وحدة أيضا من إن شاء الله تتبرقين بينا تنوع عموما يعني إحنا like more commonly we use have to أكثر الأحيان نستخدم الhave to بس الhave got أيضا يعني عادي هم من يستخدموها الناس يعني بس عادة to be like straightforward حتى تسهلين على نفسك الhave to هي easier way okay guys your time is up if you have any questions please wait till the next class and ask me or you just post it on your classroom alright I'll see you next class and have a good day bye okay شكرا